اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قعوبهم وأصلح ذات غيرهم وعدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مسدين لها عليك قابليها وأسمها عليهم لرحمتك يا أبحان الراحمين اللهم اغفر لجميع مرسى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالإسانة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم ورحمهم وعابهم وعب عنهم وأكرم نجلهم ووسع مدخلهم واغترهم بالماء والسك والبرد ونقهم من الجنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الزلد اللهم ارحمنا إذا قدنا إمام الله إليه تحت الجنازل والتراب واحدنا اللهم ذبتنا بالقبر الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين يا حيو يا قيوم يا أكرم الأكرمين ويا أدوة الأدوذين سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أرحمك اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وطحة وتعة رزق فاجعل لنا منه أنفر الحظ والنظيم وما ألزل في هذه شرب وبلاء وفتنة فاضرفه عنا وعن المسلمين الله أغفر لنا في ليلتنا هذه الأجمعين الله أغفر لنا في ليلتنا هذه الأجمعين إلهنا قد حضرنا حتم كتابك ونحن نضايانا ببابك فلا تضردنا عن جنابك فإن ضردنا فإنه لا حول ممع ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عبد ما مشى فقط السماوات والأرضين ودرد والحمد لله الذي بيته مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا مرلقت الأمواه ويا رجانا إلى القطعة الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأرحاب والإخوة والأحباب الله أجعل الله أجعل القبور بعد قرام هذه الدنيا خير ملازلنا واستحفيها ضيق ملازلنا اللهم اجعلها لنا وللغسلين رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حضرا من شفرنا اللهم تقفل بيزاننا اللهم يسجل حتابنا ويمضي كتابنا وتقفل على الصباط أقدامنا وتقفل على الصباط أقدامنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأنت محمد رسول الله واجعلنا من ينادى غدا بالآخر كنوا واشربوا عنيئا بما أذكر في الأيام الخالية اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارد فاجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنه كان لنا علماء وأحبة وأقرماء سرى بهم المدنى وغاراهم السرى اللهم فارفع درجاتهم في المهديين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم ننطرهم من ضيق اللحوم ومراسع الدود إلى جناتك جنات الغلود في سنر مغضون وطلح منبود وظل مندود يا غفور يا عدود اللهم يا سابع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العوام لحما بعد الموت صل على سيد الأولين والآخرين ولا تدع لنا في مقابنا هذا لا هم من الله وفرته ولا هم من الله فرجته ولا كرب من الله نفته ولا ديما من الله قضيته ولا مريضا من الله شفيته ولا ميتا من الله رحمته ولا حاجة من حوائد الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها ضلاح إلا فعنتنا على خضائها ويسترتها لرحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ليس في الوجود رب التواك فيدعى وليس في الكون إله الخير كفيرجى نشألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وهم آسنا من النار اللهم أصلح رياتنا وذرياتنا اللهم صحر أعمالنا من الرياض اللهم طعر قلوبنا من النفاق وألزمتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلن خارمة الأعين وما جفت الظدور اللهم أطلح شباب المسلمين اللهم اجعله قرة أعين لمجتمعاتهم يالا الجلال والإكرام اللهم أطلح نساء المسلمين اللهم زين عنا من الحياة والعفاف والهجاب والحجمة يالا الجلال والإكرام اللهم أعدهن أن يفتن ناو يفتن يالا العطاء والجن اللهم وفق إخواننا العاملين في المجال الدعوة إليك يا رب العالمين اللهم وفقهم يالا الجلال والإكرام اللهم وفق القائمين للأمر للمعروف والنهي عن المنكر اللهم أسددهم وتذبت الله عنهم يالا الجلال والإكرام اللهم أصر إخواننا المجائلين في سبيلك في كل مكان اللهم برج هم المهرومين من المسلمين وننفذ كرد المكروبين وفق الزين عن المدينين واشه مرضانا ومرض المسلمين يا رب العالمين اللهم أصرح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع القر عن المتضررين والبنسى عن البائدين اللهم انظر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاطبين اللهم أمدن المسجد الأفضار من اليهود الرعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم أخي إخوان القردة والخناسير منه أذلة صامرين اللهم ارزقنا فيه ظلاتا قبل المبان يا رب العالمين الله ننصر إخواننا في كجمير على الوسنيين الحاقدين الله ننصر إخواننا في الشيشات على الملاحظة الوالمين إلهنا عز دارك وجلت نارك وتخدست أزمار نسألك اللهم أن تعجل بنصر إخواننا في الشيشات وفي كل مكان اللهم تدل رميه اللهم ثبت أقدامه اللهم اجمع كلمتهم ووحد صبوههم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجدونك اللهم أنزل عليهم رهزك وعذابك إله الحق اللهم لا ترفع لهم في الأرض آية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية اللهم اجعل كيدهم في وبال وأمرهم في سفال وتعيهم في ضلال إنك أنت الكبير المتعال اللهم أفرح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام اللهم اجعلها أدوات من دعوة